نروح لخال التوحيد خال التوحيد أختلف معاه في بعض الأحيان أتطفق معاه في بعض الأحيان ولكن إحقاقا للحق في الأهرام الرياضي كتب مقالة أكثر من رائعة وكان بيتكلم عن موضوع الألترس وعمل مقدمة كبيرة جدا 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 لسته ضد الألترس ولا أي فصيل آخر رياضيا كان أو سياسيا أو حتى اجتماعيا ما دام بقى ملتزما بالقواعد العامة وعمل مقدمة كبيرة جدا وقال في الآخر المهم التي تلت مسبعة برسامية ثم طالت مقدمة بعض الشيء ولكن كان من الضروري كتابتها بعد أن تقرر الخطأ من جديد من خلال لفتات المسيئة التي صار مضمونها مزعجا عبر السيدين طويلة وهي في كل مرة تمس طرفا من الأطراف وهي أيضا تحوي ألفاظا جارحة تفتقد الكياسة والإحترام لتجاوزها الزائد في حق من يتم توجيهها له وهو في كل مرة طرف مختلف فهي في مرة ضد الزمالك حين كان التنافس مشتعلا من قبل الطرفين قبل أن يتحدى في الأزابيع الأخيرة التي تلت مسبعة برسعيد ثم ضد جهات مسؤولة في البلد في هذه المرحلة أو تلك ومرورا بدافتة البالة التي تم توجيه مضمونها لمدينة برسعيد وهناك من رأى أن هذه اللافتة كان سبب في تفجير الموقف أو على الأقل الإسهام في زيادة اشتعاله وأخيرا كانت الطامة الكبرى وأنا الشخصية ما شفتش اللافتة دي أو اللافتة المسيعة الإساءة الأعظم التي شتموا فيها شعب مصر إن الألترس شتم شعب مصر قال إيه وفيها قالوا أقتل كمان حاكم ظالم وشعب جبان تخيلوا الألترس عمل يفت قال اقتل كمان حاكم ظالم وشعب جبان هل هذا معقول من هذا الذي أشار عليهم برفع هذه اللافتة أي فهم وأي كياسة تلك التي تدفع بأحد إلى سب أهل بلد بالكامل وهم ليسوا من بلد آخر بل هو البلد الذي يعيشون فيه هل أدرك هؤلاء الشباب ومنهم صبية أيضا أنهم يسبون أهلهم وأقاربهم وجيرانهم عندما يصيفون الكل أي شعب بأنه جبان هل فعلوا هذا وهم مدركون ماذا يفعلون هل كانوا بفعل يعنون الكلمة ويعرفون عمق تأثرها على الناس ألم يفكروا لو لحظة أن لا أحد سيتعاطف معهم بهذه الصورة مداموا لا يحترمون أحدا ومداموا يصرون على أن يتجاوزوا كل الخطوط مع الكل والآن وصلوا إلى إهانة شعب مصر كله من سيقبل بهذا الكلام هل هناك بني آدم حر يجري الدم في عروقه فيقبل مثل هذا الكلام الصبياني الرخيص من المهم أن يتعلم شباب الأرطس كيف يقدمون أنفسهم للناس وإلا سيتحولون إلى كيان مرفوض ومنبوز من الجميع وعليهم أن لا يتصوروا أن الاستناد إلى شعبية الأهل والزمالك فيكون غطاء لهم أو نوعا من الحماية لبعض التصرفاتهم الخرقاء عليهم أن يعلموا أن من مشجع الأهل ومشجع الزمالك من يرفضون تصرفات الألطرس وتحديدا التصرفات التي يخرجون فيها عن القواعد وداخل النادي الأهل نفسه وأيضا نادي الزمالك ومن يعتبر أن هذه السلوكيات لا تمثل أبدا لا جمهور الأهل ولا جمهور الزمالك وليس عليهم أن يحاولوا الظهور بشكل إيجابي ويتجنبوا مظاهر الإنفلات واستعراض القوة ويكتفوا فقط بالصورة الجميلة المبهرة التي قدموا أنفسهم فيها حين جعلوا المدرجات تموج بالألوان أو تموج بالألوان والأفكار والصور والشعارات الجميلة الألطرس يمكن أن يكون عونا لمصر في المرحلة المقبلة يمكن أن يكون وثيلة من وسائل الإصلاح حال الكرة والرياضة في مصر كلام رائع وجميل من الإعلامي الزميل والصحفي الكبير خالد توحيد بشكرك على ذي المقالة الرائعة وبوجهها للألطرس لدرجة أن توصل المرحلة أن ترفعوا يفطى تقولوا هذا الكلام الفضيع الغير اقتل كمان حاكم ظالم وشعب جبان دي كرسى نروح لفاصل إعلاني ونرجع لمحمد صادق وعيد الأم وعندنا منشتات وحقيل كتيرة هنخلي أسيا والحاجات دي في الجزء الأخير من الحلقة بإذن الله نروح لفاصل إعلاني ونستقبل أولى ضيوفنا محمد صادق أرشفجي الرياضة المصرية وأمهات السياسيين والرياضيين والفنانين بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر